أو لا وثانيا المواد المعطرة أين هي من المحكمة التي أقررت مؤخرا حقيقة هو القانون أكيد دخل حيز التنفيذ طالما نشر في الجريدة الرسمية هو في حيز التنفيذ وبالتالي نحن لا نجد أن نتكلم عن مادة و مادتين هو القانون كل ما تطبق نحن نتكلم عن إنشاء محكمة و نيابة وزارة العجزة والجهات المختصة هناك الاتفاعل مع القانون وبالتالي وزارة التجارة والبورصة يفترض فيهم أن يبادلون بوجه السرعة على تنفيذ هذا القانون بالنهاية لا تعرق لنا اختيار أسماء و اختيار هذا هناك كثير من بنود القانون لم تطبق أصلا لا تطبق أي قانون من بنود نعم أريد أن نتكلم عن هذا الموضوع أكثر لكن لدينا الاتصال الاتصال مع الأساذ ناصر المصري الناشط الاقتصادي المعروف ألو السلام عليكم و رحمة الله أمسك الله بالخير أهلا وسهلا حياك الله حياك الله عبر تلفزيون الشاهد من خلال دينار واستثمار و نحن اليوم طبعا سعداء في البداية أن تكون معنا في هذا الاتصال و من خلال دينار واستثمار اليوم نناقش الجانب التشريع و الجانب القانوني لقضايا الاقتصادية في البلد سيد ناصر من خلال رؤيتك في هذا الجانب هل وجدت وتلمست بأن هذه القوانين الآن باتت بضرورة قصوة أن تنتفذ من غبارها في أدراج الدراسات؟ بالله شكرا أمراك أي دولة ذات طبيعة مثل كويت فيها حراك دائم و مستمر هي بحاجة إلى مراجعة ما هو موجود لديها نعم وبحاجة إلى تطوير ما هو قائم وهي بحاجة إلى إضافة ما هو جديد من القوانين تحتاج لها الدولة سواء داخل منظومة المجتمع المحلي أو في علاقاتها الدولية مع الخارج سواء مع منظمات تتبع الممتحدة أو منظمات ذات نفع عام غير حكومية نعم مثل منظمات الشفافية و النزاهة و المسائلة و منظمات حقوق الإنسان و غيرها لتساعد الدولة في كيفية إدارة الحكم داخل الدولة و في علاقاتها الخارجية نعم يعني سناصر لربما القضية الأهم الآن في قضية تطبيق القانون هل بوجهة نظرك لدينا القدرة على تطبيق التعديل في هذه القوانين طالعمرك في قضية أولا تعديل القوانين نعم لدينا القدرة لأن أما تأتي باقتراح من الحكومة أو من المشرع ليمثل في مجلس الأمة نعم أو على الأقل من الناشطين السياسيين أو المهتمين في هذه المسألة يعرض عن طريق من يمثل في مجلس الأمة و منها إلى المجلس ككل ثم إلى الحكومة و حتى يبدأ النقاش العلني والواضح في هذه المسألة نعم في قضية تطبيق القانون هذا لا علاقة في هيبة الدولة نعم لا يعقل أن يكون هناك قانون وأن أحكام تصدر ثم لا يطبق القانون نعم يعني هذا يعني يسقط هيبة الدولة في عيون أبناء أو في عيون آخرين نعم و حاش الله أن تكون دولة الكويت بهذا المستوى نحن دولة ذات سيادة نضرب دائما بالمثل بأننا دولة تطبق فيها القوانين وتحترم نعم و بالتالي يعني لابد من تطبيقها لأن هناك إلزامية معينة لها علاقة بهيبة الدولة و باحترام الناس للقانون و للدستور نعم صحيح كل الشكل لساد ناصر المصري على هذه المشاركة و مشكور أخو ناصر الله يحب حياك الله أهل مصر حياك الله حياك الله بالفعد أبو علي قضية تنفيذ الغانون هو حاجز و أنا أرى أن هناك بعض العراقيل في قضية تنفيذ الغانون حتى القوانين التي لم تخرج إلى النور و أن خرجت إلى النور فأن عملية تطبيقها سوف تأتي في مراحل معينة وتتوقف أو عند حدود معينة وتتوقف هل نحن بحاجة يعني يعني ما قدر أقول لك شنو إحنا بحاجة لكن مستوى الشفافية في تطبيق هذا القانون أو هذه القوانين كيف يكون بحاجة نظرك و القانون ينادي بالشفافية على سبيل المثال قانون أسواق قرأس المال بلا شك أننا في الكويت يعني مثل ما قلت في السابق أن من أكثر الدول يعني يمكن في العالم التي تصدر تشريعات نعم و بالنهاية نجد أن التطبيق هو الأهم بالنسبة لإصدار التشريع و بالنهاية أن هل هناك من يفكر بوجود هيئة تراقب تطبيق القوانين وهذه فكرة طرحتها الكثير من الصحف في فترة سابقة طرحتها بعض الاقتصاديين بعض الرجال القانون حقيقة يقتصرنا في الكويت التطبيق الفعلي للقوانين قد هناك من يقول أن بسبة تغيير الحكومات المتتالية ما قاعد يعطي فرصة لتطبيق القوانين و هذا رأيي مو صحيح نعم و بالتالي السلطة التنفيذية يجب عليها أن تطبق القانون و على مجلس الأمة أن يراقب و أن يكون رقابة مجلس الأمة في إطار تطبيق القانون نعم الرقابة الحالية طبعاً قاعد تكون أغلبها رقابة سياسية رقابة انتخابية رقابة يعني مهدفها يعني ما ندخل في النواية و لكن مهدفها تطبيق القانون نعم يعني هذا يمكن يدخلنا في نفق القانون الخاص في تحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو ما يسمى بقانون الخاص خصي هذا القانون الآن استدامة لبعض النواب مع بعض القضايا الخاصة يمكن ترحوها حتى في الصحافة بشكل قوي على سبيل مثال التعيين الترقيات نقول البطالة المقنعة اللي موجودة في هذا القطاع الكبير و الحيوي حتى يمكن في قطاع البترول مع نسبة ارتفاع نقول العمالة المنتجة إلا أن هناك بطالة مقنعة موجودة في هذا القطاع شئنا أم أبينها هذه حتى موجودة حتى في القطاع الخاص لكن تتراوح نسبتها بين القطاع و آخر على حسب مكانة و قوة الحركة السياسية أو الذراع السياسي اللي يدخل في هذه الأماكن لذلك قانون الخصخصة من وجهة نظرك ودنا نتكلم فيه شوية أكثر ونعطيه بعض الأمور اللي ممكن تساعد حتى البعض على فهم هذا القانون اللي ركض وراء بعض النواب قال والله هذا بيع للبلد هل هذا معناته أن الأغلبية اللي و أفقوا على إقرار في المدعوة الأولى على إقرار هذا القانون هم غير وطنيين لا طبعا يعني قانون الخصخص أنا اطلعتها له و قرأت بتمحن بعد ما شفت ردة الفعل اللي موجودة في من قبل عظامة الأمة قانون من أفضل القوانين قانون ينقل الكويت إلى مصاف دول يعني متقدمة هذا القانون يراعي كل التخوفات اللي موجودة لا أجد أن هذا القانون مثل ما يتوقع البعض أنه راح يقعد الكويتين في بيوتهم لأنهما مو منتجين و بنهاية هذا القانون راعي حتى الأمور الوظيفية إذا نتكلم عن أزمة بطالة نتكلم عن أزمة موظفين غير منتجين نعم نحن عندنا خلل و بنهاية نتكلم عن عندنا أزمة أزمة حوكمة و بالتالي يفترض أنه في تطبيق الخاص خاصة أو في تطبيق قانون الخاص خاصة نجد أنه يعني يحل كثير من المشاكل الموجودة الدولة الآن مرحقة بدفع الرواتب نعم الدولة مرحقة بالتعينات نعم نعم و بالتالي نحن نتكلم عن كثير من المختصين نتكلم أن يجب على الكويت أن تتخلى جزء كبير من دفع الرواتب و تنقلها إلى القطاع الخاص نعم و بالتالي الكويت يجب عليها أن تتبنى مثل هذه القوانين و على رأس قانون الخاص خاصة نعم يمكن أنا يمكن للبعض يمكن أن يشوف كلام غير حيادة و كذا لكن لابد أن أتكلم و أقول كلمة حق أنا جربت القطاع العام و جربت القطاع الخاص موظف في القطاع العام سنوات عديدة و انتقلت إلى القطاع الخاص و هناك فارغ كبير بين الإنتاج و كيفية الاستفادة من الإنتاج الموظف يعني في القطاع العام الآن انتقال الورقة من موظف إلى آخر يعتبر هذا إنتاج لكنه في الحقيقة كلام فارغ من وجهة نظري في بعض الأحيان ليس في كافة يعني في التدقيق مثلا التدقيق المعماري التدقيق الهندسي التدقيق القانوني هذا شيء مهم لكن فيه أمور نشوف يعني هذا الروتين القاتل الذي ذبح المواطن و خلاننا نفكر شون نطلع هذه المعاملة و نسويها و نخلصها و نطلع من دواماتنا الحكومة الإلكترونية في قضية الخصخصة الآن هل هذا منفذ في قانون الخصخصة لنجاح الحكومة الإلكترونية الذي الكثير حقيقة راهن على نجاحها و الكثير أيضا راهن على فشلها لأن ما وراء المستندات هو الأهم طبعا أكيد يعني إذا نتكلم عن الحكومة الإلكترونية أغلب المبادرات من القطاع الخاص حتى المبادرات الآن التي تتكلم عن الحكومة الإلكترونية هذه مبادرات القطاع الخاص و بالتالي هناك في شركات كويتية و وطنية هي التي قاعدت تبادر و تدعم الحكومة الإلكترونية يعني أكيد التطبيق يعني إقرار قانون الخصصة وتفعيله راح يفعل مسألة